تدور عجلة الصراع الأمريكي الإيراني على أكثر من اتجاهها من الملف النووي إلى العقوبات الاقتصادية ثم النيران المتبادلة ورأس سليمان الذي سقط مقابل بضعة صواريخ سقطت بفناء قاعدة عين الأسد غربي العراق إلى حظر توريد الأسلحة عتبة الصراع الجديدة بين أمريكا وإيران يشرع مجلس الأمن الدولي في مناقشة الاقتراح الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط ومحاولة امتلاك السلاح النووي الولايات المتحدة سلمت شركائها مشروع القرار الذي يدين الهجمات التي استهدفت العام الماضي منشآت نفط سعودية متهمة إيران بالتوروط بالهجوم ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة مدعوما بتأييد من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإدارة الأمريكية تنتهج سياسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني فتمديد الحظر يعني منع جميع الدول الأعضاء من توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران التي تواصل من جهتها حجد الدعم الروسي والصيني للحيل ولا دون فرض تمديد لحظر الأسلحة روسيا والصين رفضتا أي فكرة لتمديد الحظر ونددتا مجددا من سحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بعد دعوة أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني للبلدين الذين سماهما بالصديقين إلى الوقوف إلى جانب بلاده في مواجهة المؤامرة الأمريكية في مجلس الأمن روحاني توعد برفع قدرات إيران الدفاعية معتبرا أن كل المؤامرات الأمريكية ضد طهران قد فشلت وستفشل هذه المؤامرة أيضا مهددا في الوقت ذاته أن انتهاك القرار الفين ومائتين وواحد وثلاثين من قبل واشنطن يعني أن طهران ستطور قدراتها العسكرية في كل الظروف بيد أن رفع إيران لمستوى تهديدها قد ينعكس سلبا عليها وينقل الدول التي بقيت على الحياد إلى صف واشنطن وقد لا تستطيع الصين ولا حتى روسيا إسعاف نظام قد تكشف الأيام القادمة أنه يحتضر